حدثنا عبد الصمد حدثني أبو الحوير في حفص من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب عن ميمونة بنت كاردمين عن أبيها كاردمي بن سفيانا أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذر في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أول وثاء أو لنصب قال لا ولكن لله تبارك وتعالى قال فأوفي لله تبارك وتعالى ما جعدت له أنحر على بوانة وأوفي بنذرك